طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين في البدء نزجي خالص شكر لإدارة وقيادات الشركة السودانية للموارد المعدنية المبادرة الكريمة في جمع رجالة التحديد والعملين في مجال الذهب وعقد هذا الملتقى الفكرة نفسها فكرة جميلة والدولة وما بتتقدم من غير تلاقح الأفكار ومن غير الاستماع إلى بعض فأنا أفتكر تهيئت الظرف وبخاصة في قاعات عنيقة في أرائك وثيرة مثل هذه وبتشبه ناس الذهب كثير الناس كونه يجمعون في مواقع من هذا القبيل لكي يتحاور أمر مهم لكي في النهاية خلاصة الأفكار التي تنتج هنا هي اللي بتساعدنا الناس يرسموا سياسات ويبنوا عليها ويمشوا لقدام فشكروا لهم الأمر الآخر نحن نفتكر أنه الأصل في التعديل أن يكون التعديل الصناعي حفاظاً على الأرواح حفاظاً على البيئة استخلاصاً للمعادن بعالة التقنيات الأفراد ما يملكون القدرات البدر يستخلصوا بها المعادن بالمساء المطلوب وبيلجوا إلى وسائل تضربهم أولاً وتضرب البيئة في العالم كله التعديل شأن حكومي ويتم بوسائل حديثة بطريقة منظمة وده بيساعد الدولة فإنهيزات تتراقب التعديل تتابع تتأكد من أنه البيئة تضررت أو لا تضررت المجتمع أخذ حقه من التعديل دولة لا لكن الآن الفوضى الحاصلة في السودان ما لائق لا بالبلد ولا من مصلحة الناس لكن كما تفضل الأخ مبارك أنتنا إشكال لو في 2 مليون شخص يعملوا الآن في مجال التعديل الأهلي من الصعب جداً أن تصدي قرار تقول لي أن الـ 2 مليون أنت روح أهلكم ممنوع لكن نحن مستقبلاً حق ونفكر بصورة جادة في تنظيم التعديل ما في زولة الآن بنتج بترول يا جماعة الدهب ما أغلى من البترول لكن الآن انتاج الدهب بقى أهلي وانتاج البترول الحكومي ما في سبط هذه نفسها معادل فحقه الحكاية تتنظم بصورة أفضل عشان الناس يمشوا لقدام وعشان حس الدهب اللي بيهرب لأنه ما معرف مون المنتج لما تكون عندنا شركات محددة جهات المعلومة وعندها أموال وضعاف البنوك بقى ضمانات ما بقى تهرب نفسها ولا هي محتاج يتهرب لكن لما يقوى أفراد ما في حد بيعرفهم القصة لا ما في فرصة للمراقب أصلا ودولة ذاتها ستكون عندها مشقة كبيرة في أنها تحصل حقوقها من الأفراد يكون في مشقة حقيقية لكن لما يكون العمل منظم في عسام منظمة وكبيرة المهمة سهلة للدولة المهمة سهلة للناس البراقب البيئة المهمة تكون سهلة حتى للمواطنين عشان يطالوا بحقوقهم عشان كده نحن نمشي في اتجاه التعدين الصناعي نحن كما تفضل البروف دولة غنية جدا واحد حكى لقد قال أننا ردمنا في جبال النوبة طريق بعد قليل اكتشفنا أن التراب كنا نردم بي والطريق في قو 32 جرام في الطن قلت لهم لا أمشي الله أنت أقلب التراب الطريق عندنا مشكلة حقيقية أننا عايشين فوق كنوز ونمشي على كنوز كما تفضل الأخ البروف لكن ما قادر أن نستفيد وبالسوأ الحظ أننا عاد من الدول الفقيرة جدا المثقلة بالديون لحالات بأسة ومواطننا الآن في أسوأ الحالات كهرباء قاطعة الصفوف بتاع رغيف صفوف بتاع وقو بنزين صفوف بتاع غاز طبخ وضع ما بيشبه إمكانات البلد بأي حل من الأحوال فالوضع لازم نغيره ومن المرقات الجماعة بسموها بيستخدموا كلمات عجيبة شوية الذهب بخلصنا من القصة دي كلها أنا الناس لو أحسنوا إدارة إنتاج الذهب وأحسنوا إدارة تسويق الذهب نحن نخرج من القصة دي بسهولة شديدة جدا البلد فيه إمكانات ضخمة بتاع الذهب والناس عندهم تقديرات مختلفة فيه اللي بتكلم عن مئة طن في السنة فيه اللي بتكلم عن مئتين طن في السنة فيه اللي بتكلم عن فوق ثلاثمئة طن في السنة أنا يا جماعة مئة طن يجب لنا أقل شيء خمسة مليار دولار أنا اللي عاجز عندنا في الميزان التجاري أربع مليار دولار أنا كان مشكلتنا كلها بس مئة طن ذهب وميزان التجاري ذهب يستعدل ولو حصلنا عدينا مسافة بعيدة وعايزين الإقصاري يتنظم لكن طبعا بالتأكيد بالسياسات ظالمة المسألة لا تتنظم لازم المنتج يأخذ حقك بالكامل ولذلك نحن حريصين جدا أن البورص نتعامل بالسعر العالمي في اليوم ونشتري بنفس السعر كان بنك السودان أو كان أي جاء الظلم ظلمات ما ممكن في زول ممكن يلقى في الجرام 18 ألف وأنا أدو 14 ألف أو 13 ألف وأقول أنا أنا بنك السودان أو أنا وزارة المالية ما عندي هذا الحق لازم يأخذ حقه بالكامل وأشجيه عشان يمشي ينتج ويجيبه تاني وعشان ما أحمله التبعات أنه يمشي يشف له وسائل تانية يمشي هربا وأصلا لو بيلقى السعر الحقيقي ما في حاجة بتحمله ويمشي يبحث أنه وسائل غير مشروعة عشان يبيع في مكان آخر فالواحدة من المشاكل حقيقة أنه ما نعطي المنتج حقه بالكامل نحاول نغمطه حقه وبالتالي نجبره ثم انتج الصمغة العربية تلقاه وانت بتشيل منه الطن ومشي تبيعه بـ 2500 دولار لكنه انت عايز تدبيه 500 دولار ما لازم يبحث له الطريقة يعني يمشي بتفريق الوسطى يمشي يمشي تشاد يبيع بسعر عالا ما من حقه لذلك نحن السياسات التسعير دي لازم نكون جادين فيها ونندس الناس حقوقهم ونشجعهم لكي نبيعهم بالطرق الصحيحة انا افتكر الحكاية هنمشي فيها وما هننتردد فيها البورصة هتقوم بإذن الله سبحانه وتعالى وتلقوا حضركم انا هايزين شراكات حقيقية بين القطاع الخاص والقطاع العام ما لما الناس يعملوا مع بعض لانه فيه رؤوس اموال كبيرة في القطاع الخاص وفيه رؤوس اموال في القطاع العام وفيه ضمانات ممكن توفرها القطاع العام ولو التحمت تستطيع ان توفر الامكانات اللازمة للتصنيع للتعدين التصنيع الحقيقي والتعدين الصناعي فنحنا حق ونفكر بصورة جادة عشان بلدنا يجمعوا يمشي لقدام القصة كلنا مسؤولين ما لناس الحكومة هم المسؤولين ونص القطاع خاص ما عليهم الحمل ما صحيح كلنا مسؤولين من تطوير هذا البلد عشان كده كلنا لازم نجي نساهم بأفكارنا بأموالنا برؤانا عشان البلد يمشي لقدام ولازم تقوم شراكات الآن الدول التي تقدم هذه عندهم ما يسمونها بالتريبل البيس برايفت والببليك سكتور البرتنرشيب لازم نمشي في الاتجاه هذا فأنه نحن نتفاكر ونقوم مع بعض نعمل مشروعات بقدم البلد لقدام إن شاء الله فنحن أوبن جدا وفتوحين للمسألة ونمشي مع الناس لقدام في أقرب وقت عندنا مشكلة لازم نحن نفكر فيها بصورة جادة المواطن إما نحن ما شفافين أو ما قدرنا ما حوار المستوى المطلوب الآن يعارض العمل في مكانه في البيئة المحلية الناس ما راضين عن شركات التعديل وفي نهاية بقاوموا التعديل وهم بيتضرروا هم زاد مضررين من المسألة لو كان الصناعة قامت بطريقة صحيحة لو علموا أن الشركات تستقدم التقنية ما مضر بالبيئة بالعكس التعديل الأهلي هو اللي بيستقدم مواد مضر بالبيئة ولو نحن وسعنا في المسؤولية المجتمعية وشعروا بأن فعلا الأمر بيقوم هم عندهم في مصلحة مباشرة وفي لو قمنا بدور في التفاهم مع الناس في الحديث معهم في إدارة حوار حقيقي معهم المصالح الخاصة والعصابات اللي بدور بالناس أنا أفتكر أنه في 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 غاب أو في مساحة بيننا بين المجتمعات المحلية محتاجين ندير حوار حقيقي وننخلق تواصل حقيقي مع هذه المجتمعات لكي نقدر في النهاية نقني عن ناس دين ويقدر ويعرفهم معرفتهم مصلحاتهم وين لكي ندعاملوا مع الشركات التعديل بصورة أفضل من الطريقة اللي بتعاملوا بها حتى الآن نحن أفتكر الحكاية دي مهمة أنتو ناس الشركات بيحتاجوا تديروا حوار ناسنا في وزارة المعادن بيحتاجوا يديروا حوار ناسنا في الشركة السودانية وشركة وشركة سودامين بيحتاجوا يديروا حوار المسألة في النهاية ونصر رياب كذلك لازم الحكاية دي تبدأ بحوار حقيقي مع الناس دي وبتوسع في المسؤولية المجتمعية وبالبيان بالعمل الناس يقدموا ما ينتظروا لها من يغنوا حتى دريجوا وعملوا لهم مدرسة تقدم المدرسة قبل ما يتزاث تبدأ لكي نشعروا بأنه الطرف الجاذة طرف مفيد للمجتمع مهم جدا أن الناس يستثمروا في المجتمع وما لو ما لقيتوا في الدنيا بتلقوا في الآخرة ما في حاجة بضيح نعم نحن التوصيات التي تقدمت بها ننظر فيها كلها ندرسها مع أخواننا في وزارة في المعادن في بنك السودان ونتدرس معكم مرة أخرى دي ما نهاية اللقاء في النهاية هنلتقي تاني أنتم عندكم يفتكر تنظيمات أو مجموعات الناس قد ما يلتقوا بمنتقات كبيرة كل مرة لكن مكاتبنا مفتوحة مرحب بكم في أي وقت أي مجموعة منكم يحملوا هذه الأفكار يأتي نتحاور مرة ومرتين وثلاثة لا يمنح نصل كلنا لقناعات نعرف مصلحة البلد وين نعرف مصلحة بما سبع نحن في وزارة المالية أريد أن الناس يغنوا أريد أن الناس يربحوا أريد أن المصالح تتحقق لأنه في نهاية نجيب قروش من وين منكم ومنكم أنا أصلا أريد أن الناس يتكسروا في نهاية البزنس بتاعمي يتكسروا بكرة نلفت ما من القام أريد أن يطوروا يمشوا لقدام يتوسعوا عشان بكرة يدفعوا لنا أكثر هذا الفهمة لدينا عشان كده أريد أنكم تربحوا أريد أن البزنس حقكم ينجح تكونوا معاشين لقدام كلما مشيتوا لقدام لصالح المواطن فتعالوا خلونا نتحاور لو عندكم أي أفكار نحن مفتوحين جدا ومستعدين أسمع منكم ونصل للاتفاق لكي نطور بلدنا مع بعض ونمشي لقدام نحن مرة أخرى نشكر أخواننا في الشركة السودانية للموارد المعذنية ومتكرة الشركة الآن مشت خطوات كبيرة وبدأت تقدم أفكار ومبادرات ممتازة ويستحقوا عليها الثناء والتشجيع شكرا لكم مقدرين والسلام عليكم ورحمة الله